اهلا بكم في مطبخ توتي النهاردة فيديو جديد ومختلف النهاردة مش هنطبخ مش هنعمل وصفات فيديو النهاردة كله حيال وتدابير منزلية هتفيدك جدا تابعي معي الفيديو في وصفات حلوة قوي هتعجبك اول وصف معينا النور بيقطع كتير اليومين دول احيانا التكشاف ممكن بطاريته تفضى او كشاف الموبايل يفصل شحن فمنضطر ان احنا ننور بالشمعة والشمعة ده بالنسبة لي يعني حاجة غير امنة وخصوصا لما بيبقى فيه اطفال هعلمك ازا يتنوري بالشمعة وفي نفس الوقت كمان الشمعة ممكن تنطفي لوحدها من غير اي اضرار جبت شمعة وجبت غاطة هنا دغطتها كان ازازة حاجة ساعة انا قطت كم نقطة كده ولزقت الشمعة بحيس انها تكون ثبتة بعد كده حطيت الشمعة اللي انا لزقتها في الغاطة في كوباية طولها اقل من طول الشمعة وملتها بالمية مية من الحنفية عادية جدا مع لهاش اي اضافات بعد كده هنبتدي نولع او ننور بالشمعة عادي خالص الشمعة طبعا لما هننورها هتقل تدريجي واحدة واحدة فالشعلة لما هتوصل لسطح المية هتلاقيها انطافت لوحدها دي طريقة امنة جدا لان ان انت تنوري بالشمعة لو انت بتنوري اكتر من شمعة في اكتر من مكان يعني ممكن انت تبقي في المطبخ ومنورة شمعة مسلا في فاللي بعيد عنك مش هتشوفي الشمعة آآ لسه بطولها قلت آآ مش شغالة مش شغالة فدي طريقة امنة جدا هتلاقي الشعلة انطافت لوحدها اول ما تنزل للمية يا رب تكون الفكرة الفكرة دي عجبتكو الفكرة التانية فكرة آآ بسيطة جدا واكتبو لي في التعليقات لو حد يعرف الفكرة دي ولا لا لأ لان انا اما شفتها بصراحة يعني عجبتني انا دايما كنت لما باجي افتح علبة المناديل آآ ملاقيش المقص ملاقيش كاتر مش عارف ايه فحيلة بسيطة جدا هتفتحي بيها علبة المناديل زي ما انت هتشوفي معايا دلوقتي بصوا انا ضغطت عليها من الجنبين فالهوى اللي فيها آآ اخترك الجزء اللي هو بيتفتح اللي بيبقى فيه علامات لفتح العبوة فبتلاقيها تفتحت بكل سهولة معاكي كده وتقدر يتسحب منها المناديل بكل سهولة طبعا اول منديل ده ما بيطلعش الواحد ولازم يطلعوا اتنين تلاتة مع بعض بس بعد كده عادي هتلاقيها آآ بتطلع بكل سهولة لو الفكرة لو الفكرة دي عجبتكو حد عارفها اكتبو لي في التعليقات لان انا اول مرة شفتها عجبتني جدا وقلت افتكو بيها بصراحة ندخل بقى على الفكرة اللي بعد كده احيانا بنبقى عايزين نسبت التليفون بنشوف بقى تمسيلية بنشوف فيديو وبنتابع اي حاجة في الموبايل ممكن مش الشاحن بتاع التسبيت الموبايل اه اتكسر اه حد من ولاد اه حطه في مكان ومش لقيه اه ما عندي كيش فانت يا اكيد عندنا معقص المطبخ بكل سهولة كده هتجيبي مقص المطبخ وهتفتحيه وهتقوم مسبتة الموبايل بين دراعات المقص زي ما انتي بتشوفي معايا كده واول ما تقفلي دراعات المقص هتلاقي الموبايل سبت وكده بقى عندك استاندل الموبايل فكرة بسيطة وسهلة اه اتمنى تكون عجبتكم الفكرة الرهيبة اللي بعد كده الكل لو اه لو عملها ان شاء الله هتنجح معاه اكتبو لي بقى في التعليقات لان الفكرة دي انا انبهرت بيها جدا وجربتها قبل ما اصورها علشان الدموع ما تنزلش من عينيكي وقت تقطيع البصل جيبي منديل مطبخ عادي جدا بعد كده بليب شوية مية وخليه جنب البصلة كده وانتي بتقطعيها هنقطع البصلة مع بعض ومش هتنزلي اي دمعة من عينيكي الفكرة دي رهيبة جدا وعجبتني جدا جدا وانا باستخدامها من يوم ما صورت الفيديو ده وجابت نتيجة هايلة معاه جربوا الفيديو الفكرة دي ولو عجبتكو اكتبو لي في الكومنتات بصي حانتي لو عندك عشرة كيلو بصل حرفيا مش هتنزلي ولا دمعة عايزاتكو كمان تكتبو لي في التعليقات انهو فكرة من افكار الفيديو عجبتكو اكتر حاجة لو عجبكو الفيديو كله ما تنسوش بقى تشايرولي اصحابكو وتدعموني باللايك وما تنسوش بقى تدعموا القناة بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوكو كل اشعار جديد بكل وصفة جديدة بعملها في مطبخ دي فكرة المنديل ده هايلة 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 جدا جربوها جربوها يعني انا ما نزلتش ولا دمعة لما حتى وانا بصور الفيديو دوت رهيبة يا جماعة الطريقة دي رهيبة رهيبة لازم تتجربوها وتقوليلي في التعليقات الفكرة اللي بعد كده فكرة بسيطة جدا طبعا كلنا بيبقى عندنا مواعين الامونيوم عندنا صواني عندنا تساط عندنا حلل مفيش بيت بيخلم شايفينها بتلمع زي انا بقول لكم فكرة حلوة مفيش بيت بيخلم من ان يبقى فيه اي حاجة الامونيوم فاحنا هنلم معه بمكون واحد بسيط جدا الصابون البلدي العادي سواء هتشتريها او انت عاملاها في البيت بسوا هنا انا برغي الاسبونشا شوية مية والصابونة مش هضيف اي اضافات هنبتدي بقى اللمع الصينية مع بعض هي الصينية كتنضيفة انا بس ايه هلمعها معكم عايزاكم تركزوا تشوف اللمعة بتاعتها دلوقتي واللمعة بتاعتها في اخر الفيديو هتبقى عاملة ازاي طبعا بقى هتدعاكي كده يمين وشمال على فكرة ما بالصابونة ديت الصابونة دي هيلف تلميع الالمونيوم مش هتحتاجي ضغط خالص ولا ما اي مجهود بكل سهولة هتلاقي الالمونيوم لمعت معكم في فكرة عايز اقولكو عليها او مش فكرة معلومة مهمة جدا عايز اقولكو عليها لو انت بتسوي مخبوزات بتسوي كيكاب آآ مخبوزات العيد جحك بسكوت بتفور افضل انواع الصواني لتسوية المخبوزات هي الالمونيوم يا جماعة جربت التفال جربت الجرانيت ما ما بيديش النتيجة اللي بديها الالمونيوم الالمونيوم بيدي نتيجة رهيبة في تسوية المخبوزات والكحك والبسكوت والحاجات دي خلي عندك على اقل صنيتين الالمونيوم لتسوية الحاجات دي كده كده الفرن بياخد صنيتين فانت هتبدلي فيهم شايفين بقى هنا انا دعاكت الصينية وقبل ما اشتفها بصوا انا بمسح الصابون باديا عشان همريكو قد ايه هي بتلمع الصابون البلدي ده ممكن تشتريه هو رخيص جدا من المحل بتاع الصابون او ممكن تعمليه بالزيت المستعمل زي ما انا عملته في القناة وهسيب لكو رابط الفيديو في صندوق الوصف اه على فكرة انا لما عملته نتيجته بالنسبالي احلى من الكمان اللي احنا بنشتري من المصانع جربيه بالزيت المستعمل المستعمل تحفة 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 هيزيلي الدهون وهيلمع وخصوصا الازاز والالمونيوم وكمان البتجاز احيانا لو يخلص من عندك المزيل الدهون بتاع البتجاز استخدامي الصابون البلدي دي رهيب يا جماعة كمان في ازالة البقع لو انت عندك اطفال بيبقا او هدومهم ادعاكي كده البقع بالصابونة البلدي دي سواء برضو كنت شاريها جاهزة او عملاها بالطريقة بتاعتي هتزيلي البقع تماما 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 هرجع لكو بقى بعد مشتوف الصينية شايفين اللمعة شايفين اللمعة عاملة ازاي خطيرة خطيرة الصابونة دي خطيرة خطيرة وكمان اللي انت بتعمليها في البيت بالزيت المستعمل لو عملتيها بطريقة مظبوطة جدا يعني بعد شهر هتلاقي الصودة طارت منها والصابونة بقت امنة جدا ونتيجتها هيلة جدا 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 شايفين بقى اللمعة حلوة ازاي ومن غير اي مجهود انا يعني ما ضغطتش على نفسي وانا بلمع في الطاصة او الصينية دي لو عجبتكو بقى الفكرة دي تكتبو لي في التعليقات وبفكركم ان انا هسيب لكم رابط فيديو الصابونة الزيت المستعمل في صندوق الوصف الطريقة مظبوطة والمقدير مظبوطة جدا جدا وامن جدا 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 جربوه وان شاء الله هيعجبكو ولو انتو شفتو الفيديو لحد دلوقتي ادعموا القناة باللايك والاشتراك عشان يوصلوكو كل اشعار جديد من وصفات مطبخ توتي خلاص يا توتي بقى عرفنا انها بتلمع شايفين بتبرق مش بتلمع وبس حلوة جدا جربوا الطريقة دي لسه متابع الفيديو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام لو ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قالي وصحبي وسلم. بقول لكم عملوا لو لسه ما عملتش لايك عملي لايك. شوفوا كم لايك عملتها لكم. الفيديو خلص يا ربي يكون عجبكم. والافكار عجبتكم. اكتبولي في التعليقات انا وفكرة عجبتكم وانتظروني في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. ولو عجبكم فيديو الحالة المطبخية قولولي في التعليقات. سلام. اشتركوا في القناة